مرحبا بكم في قناة هوتاتس التعليمية ادعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس والاعجاب بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم لقناة هوتاتس التعليمية مع الأستاذ جاسم العقيل وشرح لمنهج الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الأول سوبر جول 1 يونت 2 What day is today ما هو اليوم Number 1 listen and discuss استمع وناقش What's your favorite day of the week ما يومك المفضل في الأسبوع My favorite day of the week is Monday What's your favorite month of the year ما شهرك المفضل في السنة My favorite month is March Days of the week نستمع Days of the week Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Thursday Friday Saturday Saturday What day is today? What day is today? Months of the year January February March April April May June July August September October November December 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 What month is it? Numbers One First Two Second Three Third Third Fourth Fourth Five Fifth Fifth Six Six Sixth Sixth Seventh Seventh Eighth 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 Ninth Ninth Ten Tenth Tenh 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 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 100 1000 1000 1000 100 100 000 000 000 000 000 white إذن تعلمنا في هذا الدرس أيام الأسبوع وتبدأ من يوم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبد وأيضا تعلمنا شهور السنة وأيضا تعلمنا كيف نسأل عن الأيام فنقول ما هو اليوم فنقول ونسأل عن الشهر أي شهر هذا وهنا تنقسم الأعداد عادية وأعداد ترتيبية بمعنى نعد العدد العادي لكن ترتيبيا لنرتبها في الأيام أو الأسبوع أو الشهور أو حتى المتفوقين وغيرها ليكون الأول الثاني الثالث الرابع نقوم بالتعديل كالتالي تصبح فرست البقية تتحول إلى تي أتش في النهاية الآن تتغير إلى تي أتش في النهاية بعد ذلك ثم نعود بالعدد إلى أيضا في 22-23 فتصبح 22-23-24 فنستخدم العداد كأنها واحدة وفي العشرات 30-30-30-40-40-50-50-60-60-70-70-70-70 وهكذا إلى 100 فتصبح 100 كما 100 عفوا وهكذا أيضا تعلمنا كيف السؤال عن العمر كم عمره؟ مثلا وإذا أيام وهكذا السؤال التعريف أيضا نحن عمرنا سبعة سنوات لأنهم توأم ضع دائرة على الأعمار في هذه المحادثات 6 months old and 7 B. Comprehension استيعاب Answer yes or no أجب نعم ولا 1. جمال is 6 months old 2. أني عمر جمال ستة شهور 2. The boys are 10 years old الأولاد عشر سنوات 3. The baby's name is Abdullah اسم الطفل عبد الله 4. Their names are علي and عادل أسماؤهم علي و عادل Answers are Now pairwork تدريب ثنائي تدرى مع صاحبك في السؤال والإجابة على مثل هذه المحادثات نستمع ثم نجيب A. What day is today? Today is Saturday What month is it? It's April B. When is your final test? It's on September 27th C. How old are you? I'm 15 years old How old is Nawal? She's 14 What day is today? ما هو اليوم? Today is Saturday اليوم السبت What month is it? أي شهر إنه هو It's April Ask and answer When is your final test? متى اختبارك الأخير? It's on Saturday مثلا يوم السبت Ask and answer in groups of three How old are you? كما عمرك? فتقول I'm 3 years old 7 years old وهكذا تضع العمر في الفراغ How old is he? كم عمره؟ أو نقول How old is Sammy? فنقول He is 10 years old وهكذا grammar قواعد Passive adjectives Our, you're, there Possessive adjectives تعني ضمائر الملكية plural للجمع Our vacation is in May Our vacation يعني عطلتنا في May Our Your vacation is in May too وعطلتكم وعطلتكم وتعني المخاطب أن نخاطب شخصا أو أشخاصا Their vacation is in June وعطلتهم في شهر جون Their vacation عطلتهم Question words كلمات الأسئلة What ماذا When متى How old بأي عمر فنستخدمها في الأسئلات التالية What day is today؟ ما هو اليوم؟ It's Sunday وإت مختصرة من It is What is the date tomorrow؟ ما هو التاريخ في يوم غد؟ It's January 20th How old are you؟ كم عمرك؟ I'm 15 Prepositions ظروف الخاصة بالمكان والزمان In في On على With dates مع التواريخ فننتبه لها فنقول Use in with months and on with dates and days of the week In نستخدمها مع الشهور ولكن On مع الأيام والتواريخ أيام الأسبوع والتواريخ The final test in September الاختبار الأخير في شهر السبتمبر فاستخدمنا in ولكن مع التاريخ اليومي تاريخ محدد مثلا من هذا الشهر فنقول The final test is on September 21st السبب 21st وليس شهر سبتمبر فهنا محدد يوم من هذا الشهر English classes are on Mondays and Wednesdays الصفوف اللغة الإنجليزية في أيام الاثنين والأربعاء الآن لماذا استخدمنا on؟ لأنه هذه أيام الأسبوع A Complete the sentences Use number words استخدم الكلمات التي تدل على الترتيب مثال December is the 12th month of the year December هو الشهر الثاني عشر من السنة الآن ما ترتيب هذه الأشهر في السنة؟ Answers are الإجابات هي January is the First month of the year July is the Seventh month of the year الشهر السابع 3 September is the Ninth month of the year 4 March is the Third month of the year الشهر الثالث 5 August is the Eighth month of the year Number 6 May is the Fifth month of the year B Write the dates in full أكتب التواريخ بشكلها الكامل Not the month comes first وعادة في اللغة الإنجليزية الشهر يأتي أولا فما بعده هو اليوم فلذلك نعيد تفكيك هذا اليوم الشهر عفوا فنقول January ونفكك اليوم إلى 22nd الثاني والعشرين ما هذه التاريخة ترى Number 1 4 13 وتساوي April 13th Number 2 2 28 February 28th Number 3 6 17 June 17th Number 4 10 9 October 9th Number 5 7 4 July 4th احفظها D Complete the conversations then practice with a partner أكمل هذه المحدثات ثم تدرب عليها مع صاحبك Answers are الإجابات هي A How old are John and George ما عمر هذين الشخصين They are أو نقول بدون اختصار They are 15 عمرهم 15 What about Sarah She is مختصرة أو غير اختصار She is 16 نذبت الله What are your names ما اسماؤكم My names أو My name is Lisa And she is أو نقول She is Sandra How old are you كم عمرك We are أو عمركم We are 14 أو We are 14 Number 3 They are nice girls What are their names ما اسماؤهم Pam and Vicky They are in my English class أو بدون اختصار They are in my English class Number 4 A When is your final test متى اختبارك النهائي B It's in March نستخدم مع الشهور N What date بأي تاريخ ما هو التاريخ March 11 My final test is on the 11th 2 واختباري أيضا النهائي في هذا اليوم فمع الأيام نستخدم on Four Listening Listen to three conversations ثلاث محادثات Complete the chart وأكمل هذه القائمة الآن لدينا المحادثة conversation one two three وبأي يوم المطلوب day وأي تاريخ date استمع جيدا Conversation one When is our meeting On June 1st What day is it? It's a Monday Conversation two When will you go for Umrah? On January 14th Is it a Friday? Yes, it is Conversation three What's the date today? It's Friday, June the 10th It's my sister's wedding Oh, wow Congratulations Thanks Answers are Five Pronunciation Listen to the stress on the words استمع لي أن نضغط أو رفع النبرة أثناء نطق هذه الكلمات Then practice ثم تدرب نلاحظ أن الكلمات أو الحروف التي عليها تشديد في النطق أو رفع نبرة الصوت أثناء نطقها هي باللون الغامق استمع وركز وتدرب May Mom August Sunday September October June Dad April Teacher December Tomorrow Six About you عنك الآن A. Complete the form Write the information about yourself أكمل هذه القائمة وكتب معلوماتك عن نفسك Information form قائمة بالمعلومات First name اسمك الأول فمثلا تقول أحمد Middle name اسمك الأوسط فتقول علي Last name اسمك النهائي أو الأخير وتقول الصالح مثلا Age Age وتقول عمرك 17 أو مثلا 15 Birth date تاريخ الميلاد وتكتب التاريخ عادة نبدأ بالشهر أولا فنقول 6 11 2007 مثلا Answer the questions أجب على الأسئلة How old is your best friend كم عمر أعز أصحابك He is 11 years old مثلا 2 What is your best friend's name ما أفضل أصحابك ما أسم أفضل أصحابك أو أعز أصحابك فتقول My best friend's name is علي 3 How old is your pet كم عمر حيوانك الأليف My pet is 2 years old مثلا Number 4 What's your pet's name ما أسم حيوانك الأليف His name is Spider man 7 Conversation محادثة تدرب على هذه المحادثة Hi John Hi Dad Dad What day is today? Today is Saturday What day of the month? The 10th Oh I have a meeting today Thank you for reminding me You're welcome Dad Saturday June 10th Remember Oh The basketball game is today Your ending One We can watch the game after the meeting Two Guess what? I have a surprise for you Tickets to the game? Now One What day of the week is it? أيوم من أيام الاسبوع كان Saturday Two What month? أي شهر June Three What's the date? وما هو التاريخ? June 10th Number 4 What is today? وما هو اليوم? The basketball game is today The meeting is today الآن ماذا الذي يحدث في هذا اليوم؟ فكتبنا الأحداث Basketball game The meeting أيضا Real talk في الكلام الحقيقي Guess what? تستعمل When we tell someone Something that will surprise them نريد أن نخبرهم بشيء نبهرهم به أو نفاجئهم Guess what? خمد ماذا؟ You are welcome ونستعملها إلى Apply to reply To thank you طريقة مهذبة في الرد على كلمة thank you نقول You are welcome يعني على الرحب Look at the pictures and the charts What do you think the reading is about؟ ماذا هذه القراءة؟ نستمع ثم نجيب How old are they? Flipper is a dolphin and he is five years old That is young for a dolphin It is the age of an 18-year-old person Flipper is a baby in human years but he's a teen in dolphin years Cleo the cat is one year old In human years she's a 15-year-old adolescent Ollie the elephant is four years old and he's only a baby Samson, his father, is 30 That's still young for an elephant Marla is old even for a turtle She's 95 How old are you in animal years? الأهان لدينا في هذه القوائم أعمار الحيوانات Animal Lifespan والحيوان Lifespan مدة عمره Animal Lifespan أيضا الآن لدينا turtle وتعيش إلى مدة 123 years Parrot الببغاء 80 years Elephant الفيل 70 years 70 سنة Horse الحصان 33 years Rabbit الأرنب 9 years Mouse الفأر 4 years Animal cat Age 1 year 5 years 15 years هذه عمره مقارنة في مراحل حياته بمقارنة 15 years مع عمره بعمر الإنسان وعندما يكون 5 years كأن عمره 36 years بعمر الإنسان و 15 years كأن عمره بعمر الإنسان 74 years الآن لدينا هذه الكلمات نحفظها Parrot Horse Rabbit Mouse How old are you? وكم عمرك أنت? I am 13 years old أجب على هذه الأسئلة 1. How old is Flipper? ما عمره Flipper? 5 years old 2. Is Marla young or old for a turtle? How old is she? هل Marla صغيرة السنة أو كبيرة بالنسبة لعمر السلحفاء? كم عمرها؟ Marla is old for a turtle إنها كبيرة العمر She is 95 years old مثلا 3. How old is Clio the cat? كم عمر Clio القطة? 1 year old 4. How old is Clio in human years? وكم عمر هذه القطة بعمر الإنسان؟ تساوي 15 years old 9. Writing كتابة A. Write the question word When, where, what, how Match each question with the answer أكتب كلمة سؤال الملائمة لكل سؤال في البداية ثم أقرن الإجابة لكل سؤال When, متى? Where, أين? What, ماذا? How, كيف Answers are الإجابات هي 1. What is your name? First name اسمك الأول ويجيب عليها C My first name is Robert or It is Robert Number 2 ونسأل عن How do you spell that? وكيف تهج نسأل عن الكيفية فنجيب على مثل هذا السؤال E W-A-T-K-I-N-S Number 2 3 How old are you? كم عمرك? ونجيب على مثل هذا السؤال B-D I'm 13 4 Where are you from? من أين أنت؟ فنجيب على مثل هذا السؤال A Chicago Number 5 When is your birthday? ومتى هو يوم ميلادك؟ فنجيب على مثل هذا السؤال F ونقول June 17, 2002 Number 6 نسأل What is your last name? ما اسم العائلة؟ أو اسمك الأخير؟ ونجيب على مثل ذلك B Watkins Writing Corner زاويات الكتابة One Names begin with a capital letter الأسماء في اللغة الإنجليزية تبدأ بحرف كبير His name is S'AID L-HASAN وأيضاً L نعتبرها كلمتين لكن مضافتين بإعلامة الشرطة فننتبه لذلك وكل مقطع نبدأه بحرف كابيتل Number 2 The names of countries and cities begin with the capital letters أسماء الدول والمدن نستخدم فيها أيضاً كابيتل I'm from Riyadh ساودي أرابيا وأيضاً الكلمات المكونة من كلمتين نستخدم كابيتل في كل كلمة Number 3 Months and days of the week begin with the capital letter أيام والشهور تبدأ بكابيتل Today is Wednesday October B Look at the information form الصيغة هذه أو الشكل الذي نحتاجه لأن نملأه Look again at the questions in exercise A ونظر للأسئلة هناك Write the questions for each piece of information أكتب سؤالاً لكل معلومة مطلوبة هنا Complete the form with your information ثم أكمل هذا وملأ هذا النمو جذج بمعلوماتك الشخصية السؤال إلى First name What is your first name? Last name What is your last name? City Where are you from? Age How old are you? كم عمرك? 5 Birth date When is your birth date? ونجيب على مثل ذلك First name أحمد Last name علي City دمام Age 13 Birth date مثلاً نقول 5 21 First See Make two more information forms الآن قم بعمل نماذج أيضاً أخرى إضافية اثنين Then use the questions to interview the two classmates and complete the forms with their information Remember to ask for spelling وأيضاً اسأل أصحابك في الصف ليملأوا هذه النماذج واسأل أيضاً عن spelling التهجئة Project مشروع Do research and find out the life span of other animals, insects or plants and say how old they are in human years مشروع نبحث فيه عن دورة الحياة الخاصة ببعض الحيوانات الحشرات أو النباتات ونقول كم أمرها بعمر الإنسان حسب دورة حياتها الشخصية الخاصة بها 11. Form, Meaning and Function الصيغة المعنى والوظيفة النحوية Classroom English اللغة الإنجليزية المستعملة في الصف فمثل المعلم يقول Good morning Let's start صباح الخير لنبدأ Please sit down اجلسوا ويخبرهم ويأمرهم أيضاً يقول Take out your pencils أخرجوا أخلاقهم منكم ممكن الرصاص Close your books أغلقوا كتبكم Open your books افتحوا الكتب Look at page 12 انظروا لصفحة 12 Work with a partner اعمل مع زميلاً لك Put your bags away ضعوا حقائبكم بعيداً Listen and repeat اسمع وكرر A. Work up with a partner Read the instructions to your partner اعمل مع زميلك واستمع لهذه التنبيهات أو الأوامر Your partner only follows the instructions When you say please فقط يقوم بتنفيذة عندما تقول له Please لو سمحت Then change roles وتبادل الأدوار Write the teacher's instructions in the correct order اكتب أوامر المعلم في الترتيب الصحيح كيف حدثت هذه يا ترى Answers are الإجابات هي سيقول المعلم في البداية 1. Good morning Let's start صباح الخير لنبدأ ويأمر طلاب الجلوس 2. Please sit down وجلسوا لو سمحتم 3. ثم يأمرهم فتح الكتاب Open your books افتحوا الكتاب 4. Look at page 18 وانظروا إلى الصفحة الثانية الثامنة 5. Read the conversation اقرأوا المحادثة كلمات الوحدة Vocabulary Nouns الأسماء Age العمر Cat قطة Date التاريخ Middle name الاسم الأوسط adjective الصفات مثل Cute لطيف Favorite مفضل Our أيضا ملكية هذه لنا There لهم You're لكم Days of the week أيام الأسبوع Sunday الأحد Monday الأثنين Tuesday الثلاثاء Wednesday الأربعاء Thursday Day الخميس Friday الجمعة Saturday السبت prepositions ظروف الزمان in في on على وتستخدم إلى الشهور والأيام Months of the year أيام سنة أو شهور السنة January February March April May June July August September October November December Numbers ولدينا منها صيغتين صيغة عددية وصيغة ترتيبية العددية One تصبح First Two Second Three Third Four Fourth كلها نضيف لها The Ninth وTenth ثم بعد ذلك Eleven Eleven Twelve Twelve لكن Thirteen الثلاثة عشر نقول Thirteen ونضيف لها Thirteen Fourteen Fifteen وهكذا إلى Twenty 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 First Twenty Second لكن مع العشرات Thirty Thirteenth Forty Fortieth وهكذا إلى One Hundred ونقول One Hundred إلى One Thousand One Thousand Expressions تعبيرات نستخدمها في اللغة الإنجليزية Ask for information نسأل بها المعلومات How old are you كم عمرك How old are they كم عمرهم How old is he كم عمره How old is she كم عمرها What month is it أي شهر هذا What day is it is today أي يوم هو اليوم Real talk في الكلام الواقع نقول لأي أحد يقول لنا Thank you You're welcome على الرحب الإجابات على كتاب التمارين في الوحدتين One and two انتبه للأرقام وأيضا التدريبات كان معكم الأستاذ جاسم العقلي مع تمنياتنا لكم بعام حافل بالجد والعطاء ترجمة نانسي قنقر